السلام عليكم اصدقائي ومتابعي قناة اندرويد تي في بالعربي ومرحبا بكم اصدقائي في فيديو جديد اليوم اصدقائي اود ان اشارك معكم افضل تطبيقات التي وجدتها على متجر اموتين ستور هذا المتجر الذي كنا قد تكلمنا عنه في الفيديو السابق والذي لقى اعجابا كبيرا اصدقائي لذا اود ان اشكركم جزيل الشكر على التفاعل على هذا الفيديو الذي قمنا بنشره حول متجر اموتين ستور واتمنى ايضا ان يكون التفاعل كبيرا على هذا الفيديو ايضا وذلك بالضغط على زر لايك وكذلك ترك تعليقاتكم المحفزة والجميلة لكي نستمر في هذا المحتوى وان كان عندكم اي تساؤل او استفسار ايضا لا تنسوا ان تتركوا تعليقكم اصدقائي وان كنتم لم تشاركوا في القناة انمروا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والان اصدقائي سوف نتوجه الى متجر ايموتين ستور وبعدها سوف نقوم بالذهاب الى خانة تولز يعني الادوات اول تطبيق اصدقائي احببته في هذا المتجر هو هذا التطبيق ايموتين بروسر هو متصفح انترنت سريع جدا اصدقائي والجميل في هذا التطبيق هو ان يقدمون اختصارات للمواقع المعروفة مثلا كموقع جوجل يوتيوب امازون فيسبوك انستغرام الى اخره وايضا يقوموا باقتراح عديد من المواقع لكي تجدوها كم مختصارات فعيودا ان تقوموا بالذهاب الى الموقع عبر الرابط او عبر كتابة الرابط الموقع سوف تجدونا اختصار للموقع على الصفحة الرئيسية فمثلا هنا نجدو مواقع الترفيه مثلا نيتفليكس ديزني بلاس هولو اتش بيو برايم فيديو ايضا تجدونا مواقع الاخبار كجوجل نيوز ياهو نيوز سين اين الى اخره تجدونا ايضا مواقع الرياضة كموقع اسبين الامريكي ان بي سي سبور فوك سبور الى اخره وهنا تجدونا مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك تويتر انستغرام سنابشات بنترست والعديد من المواقع اصدقائي كما ترون وهنا هذه صفحة جوجل على الموقع كما ترون فهو يقوم بتصفح سريع للمواقع اصدقائي وايضا بالنسبة للموس فهي موس كبيرة تمكنكم من تصفح المواقع بسلاسة هذا بالنسبة للتطبيق الاول الذي يدعى ايموتين براوسر بعد اصدقائي سوف نجد تطبيق لاونشر مانجر وهذا التطبيق اصدقائي تطبيق يمكنكم من اختيار لاونشر الذي تودونا وضعه كلاونشر رئيسي على الجهاز كما تعلمون عندما نقوم بتنزيل لاونشر جديد اي واجهة جديدة فاذا ضغطتم على زر الهوم تختفي هذه الوجهة الجديدة ويعود الجهاز الى الوجهة القديمة لذلك فهذا التطبيق اصدقائي يمكنكم من وضع واجهة خارجية كواجهة رئيسية كما ترون هنا لذلك تستطيعون وضع هذه الوجهة دون الحاجة الى الدخول الى التطبيق في كل مرة للحصول على الوجهة فقد تستطيعون القيام بهذا الخيار لكي تضع الوجهة كواجهة رئيسية دون الحاجة الى الدخول الى تطبيق الوجهة وتفعيله في كل مرة هذا بالنسبة لتطبيق لاونشر ماناتر نذهب الان لكي نتصفح التطبيقات الاخرى كما اشرت في الفيديو السابق اصدقائي فهناك العديد والعديد من التطبيقات لن يسعني ان اشرحها لكم او اقدمها لكم في فيديو واحد فهذا سيأخذ وقتا كبير اصدقائي لذلك ادعوكم الى تنزيل متجر اموتين ستور واكتشاف هذه التطبيقات وان كان عندكم اي تساؤل او استفصال حول تطبيق ما وجدتموه ولم تعرفوا ما القرض منه او لماذا يصلح فانتم تستطيعون اكتبت اي سؤال على تعاليق وسوف نجيبكم في اقرب الاجهة لذلك اصدقائي سوف نقوم بالنزول الى اسفل هنا تطبيق تطبيق اصدقائي يمكنكم من اختيار تطبيق تطبيق يقوم بالاشتغال فورا اشعال الجهاز فمثلا اذا انا كان عندي جهاز منطفئ واردت عندما اقوم بتشغيله يعمل على فتح تطبيق معين اوتوماتيكيا كتطبيق يوتيوب او نيتفليكس او اي تطبيق فهذا التطبيق اصدقائي يمكنكم من تشغيل فورا التشغيل هو تطبيق جديد ليس بجديد اصدقائي وتطبيق له منفعة كبيرة اذا اردتم تشغيل تطبيق فورا تشغيل الجهاز فهذا التطبيق يقوم بهذه المهمة يدعى تطبيق launch on boot والان سوف نقوم ب نزول الى اسفل اصدقائي هذا تطبيق clock overlay يعني تطبيق يمكنكم من اظهار الساعة على الجهاز اصدقائي الساعة تظهر في جميع التطبيقات اذا كنتم في تطبيق اليوتيوب او تطبيق نيتفليكس تشاهدون فيديو او فيلم مثلا واردتم ان تعرفوا كم الساعة فهذا التطبيق يمكنكم من اظهار الساعة دون الحاجة الى الخروج الى الواجهة الرئيسية لمعرفة كم الساعة هذا التطبيق يدعى clock overlay وهناك تطبيق اخر اصدقائي يقوموا بنفس المهمة سوف اشاركه معكم هو ايضا موجود على هذا المنجر هنا ايضا تطبيق داشبورد هذا التطبيق اصدقائي بالنسبة للاشخاص لديهم نظام اندرويد تي في قديم او تي في بوكس نظام اندرويد غير اصلي فهذا التطبيق يمكنكم من اظهار الواجهة الجانبية كما ترون التي هي توجد على واجهات الاندرويد تي في تسعة فما فوق كما ترون هذه الواجهة اصدقائي يمكنكم اظهارها على ال تي في بوكس او الاجهزة التي بها نظام قديم فقط يجب تنزيل هذا التطبيق وبعدها سوف تظهر معكم هذه الواجهة الجانبية التي تظهر جميع التطبيقات على الجهاز كما ترون فقط يجب التقط على الزر الهوم بدقة مطورة كما هو مشروح في الصورة او التقط على زر الابس وبعدها سوف تظهر هذه الواجهة كما ترون هذا التطبيق يدعى نقوم بالنزول الى اسفل وهذا هو التطبيق الاخر الذي قلت لكم استيقائي يدعى الساعة على الجهاز يدعى يعني الساعة في الفوق هنا كما ترون يمكنكم اختيار ما بين الساعة رقمية والساعة بالمؤشر ايضا يمكنكم من اظهار الساعة في الجانب الذي تودون مثلا في الفوق في الاسفل على اليمين على اليسار هذا هو الفرق بين هذا التطبيق والتطبيق الذي تكلمنا عنه من قبل هو انه يمكنكم من اختيار نوع الساعة وايضا الاتجاه الذي تودون وضع فيه هذه الساعة لتظهر على الواجهة بالكامل وليس فقط على الواجهة الرئيسية للجهاز هذا مكان اصدقائي اتمنى ان يكون هذا الفيديو قد نال اعجابكم وان تستفيدوا من هذه التطبيقات التي ذكرت في الفيديو سوف اشاركم معكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة بعض التطبيقات الاخرى سوف اقوم بعمل جولة على هذا المنزر واتصبح واجرب بعض التطبيقات الاخرى وان وجدت ان هذه التطبيقات ملائمة وانها سوف تفيدكم في يوم ما سوف اشاركها معكم اصدقائي الاعزاء اذا وصلتم الى اخر الفيديو اتمنى ان لا تبخلوا علينا بذر لايك فهذا هو اكبر داعم للقناة لكي يظهر الفيديو الى اشخاص اخرين ولكي تكبر العائلة وان كنتم لم تشاركوا في القناة انا مرجو الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ننتقي ان شاء الله في فيديو قادم اصدقائي دمتم في رعاية الله مع تحية قناة اندرويد تيفي بالعربي